تضيء معالم غراء ملء السمع والبصار معالم ترسم الدرما سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا ما هي أعلى مراتب الجود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لما عرف في التاريخ من مراتب الجود أن يجود الإنسان بنفسه في الوقع والجهاد في سبيل الله وأيضا أن يبذلها في الدفاع عن الآخرين وبالأخص المستضعفين والمظلومين كثير من الناس ينسى المظلومين كأنه ما لهم حق عليه ويحس بأن إخوانهم ورأي القطبان وأنهم قد ضيموا وانتهكت حرماتهم ومع ذلك لا يتحرك له خاطر ولا يجود لهم بشيء وهذا غاية بالبعد من الجود والجود بالنفس أقصى غاية الجود كما قال الشاعر نعم والجود الإنسان لمن كان يعاديه أو يحسده أو في وقت حاجته أيضا من أسماء مراتب الجود جود الإنسان على أعدائه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهو لا شك انتصار على النفس لأن الكثير من الناس لا يحب أن يصيل خير إلى من ينافسه ويعاديه صحيح وبلا خص من آذاه ولكن انظر إلى جود يوسف عليه السلام مع إخوته وقد كان فيما شهدوا به خير المنزلين عليه الصلاة والسلام ولذلك عرف بإحسانه هو في حال السجن والأسر قال له صاحب السجن إن أنا نراك من المحسنين نعم وفي حال ملكه والتي أبعيه على العصر نعم قال له إخوته إن أنا نراك من المحسنين نعم فأن يجود الإنسان على أعدائه وعلى من آذاه وعلى من قطع رحمه وعلى من هذا من غاية الجود ولذلك يقول عويف القوافي لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد الله وهو كان حاقدا عليه لكن عند الشدائد تذهب الأحقاد الله أكبر وهذا السخافي مثل هذه الأحوال هو مثل العفو عند المقدرة وهو دليل على كرم المعدن وعلى نبلي الإنسان وشرفه عن الخسائص والردائل نعم فهذا من المهم وكذلك من أهم الجود وأنفعه وعلاه أن يجود الإنسان على ما لا يتوقع منه جودا وليس بينه وبينه علاقة وقد لا يعرفه ولا يمكن أن لا يراه بعد ذلك نعم فيجود عليه فهذا أيضا منزلة عالية من منازل الجود الله ولذلك فإن عبيد الله من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما نعم لما نزل في طريقه إلى الشام برجل من الأعراب فقير وهو ذو بنات وليس له إلا عمز واحدة يحتلبها لأهله نعم لما نزل عليها عبيد الله نظر إليه فراء وجهه وتوسم فيه أنه من علية الناس ومن خيرته الله فبادر فذبح العنس الله فعرف عبيد الله بن عباس فيه ذلك كان عبيد الله بن عباس من أجود الصحابة ومن معروفين من الجود والكرم بيت النبوة نعم نعم فلما أراد أن يخرج قال للغلام أعطيه بقية الزاد كل ما لدينا فقال إنه خمسمائة دينار فقال أعطيها إياه قال كيف وهو لا يعرفك قال إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي الله الله أكبر فأعطاه إياه الله أكبر فأصبح هذا الرجل فقيرا وأضحى أغنى قومه أغنى قبيلته الله أكبر وبدأ في البحث عن الرجل حتى أعرف عليه أنه هو فيد الله بن عباس وقال أبياته المشورة يقول فيها توسبته لما رأيت مهابة عليه فقلت المرء من آل هاشم الله وإلا فمن آل المرار فإنهم ملوك كرام من ملوك أكارم فقمت إلى عنز بقية أعنز لأذبحها في ألمر غير نادم فعوضني عنها غنائي الله ولم تكن تساوي عنزي غير خمس دراهم بخمسمائين من دنانير عوضت على البذل ما جادت به كفحات ومثل ذلك جود كثير من الصحابة الكرام على من لا يتوقعون منه معرفة ولا سخان بل كان ذلك معروف من الجاهلية حتى أن زهير بن أبي سلمى في متحه لحصن بن حذيفة بن بدر الفساري ووالد عيانة بن حصن نعم وجد الحر بن قيس نعم رضي الله وكان حصن هذا ابن سادة قومي أبو حذيفة كان يلقب في رب مضر وكان كريما فقد أثنى عليه زهير بقوله وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله قدوت عليه بكرة فرأيته جلوسا لديه بالصريم عواذله يفدينه طورا وطورا يلومنه وأعياف ما يدرين أين مخاتل الله يقول فيه وذي نعمة تممتها وشكرتها وخصم يكاد يغلب الحق باطل دفعت بمعروف من القول صائب إذا ما أضل الناطقين مفاصله وذي نسب الناء بعيد وصلته بمال وما يدريه أنك واصله وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مخاتله هذه أخلاق الجاهلية هذا أخلاق الكرماء سبحان الله حتى في الجاهلية ولذلك الله سبحانه وتعالى أثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الخلق وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاهم من ربنا يوما عبوسا قنطريرا والآية الأخرى وما لأحد عنده من نعمة نعم في وصف الصديق رضي الله عنه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونسوف يرضى الله أكبر وكذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها قد اشتهرت بالجوذ والسخاء كان يأتيها عطاؤها وقد كثر العطاء في أيام معاوية رضي الله عنه فاتسع المال وكثر العطاء نعم فكان ربما أتاها عطاؤها وهي صائمة فلم تتدخر منهما تفطر عليه الله عطاء سنة كاملة سبحان الله توزعه في جلسة واحدة الله أكبر فيقول لها بعض أهليها لو ادخرت لنا درهما استري به وطورا قالت ما ذكرتم لو ذكرتني لفعلته نعم الله أكبر والغريب أنها كانت من كرمها أيضا أنها تطيب الدنانير والدراهم بالعطر تدبعها إلى الفقراء معطرة الله فالفقراء دائما في كثير من الأحيان يتمسكون بالدنانير والدراهم كما قال الشاعر قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سروهم فيها ولا خروق وإنا إذا اجتمعت يمن دراهمنا والتي لا طرق المعروف تستبق لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلده ويكاد من صره إياه يمزق فكان من سخائها أنها تطيبها وتعطرها سبحانه حتى إذا مست يد الفقير لم يشم قطر رائحة هذا الطيب ولا هذا الإطل الله فيكون ذلك إحسانا من وجهنا آخر نعم وكان من سخائها رضي الله عنها أنها كانت إذا تصدقت تبادر بالدعاء المتصدق عليه لأنها تعلم أنه سيدعو لها حتى يكون الدعاء مقابل الدعاء وتكون صدقة لها الله أكبر نعم لا نريد منكم جزاء ولا شكور نعم الله أكبر هذا من كمال السخاء ومثل ذلك أيضا من كمال السخاء أن يكون البذل في ما لا يتوقع ويقصر دونه الناس كما كان عليها علينا بطالب رضي الله عنه نعم لما عرض البنات يزجردى وجاء أبيهن من الغنيمة وكنا صفيا صفي المغنى عرضهن عمر للبيع لبيت الماء نعم فاشتراهن عليهم وبطالب رضي الله عنه ووزعهن الله وكان ذلك من تمام السخائه سبحان الله وكان من كرمه أنه لم يدخل شيئا قطو وكان في خلافته يوزع ما في بيت المالي ويشهد الشهود على ذلك ثم يقومه بردائه وينضح فيه من بقية وضوئه ويصلي فيه ركعته لا يدخل شيئا الله أكبر لغادي وكان على ذلك الحسن من علي من أبي طالب من غريب جوده أنه تزوج مئة امرأة وهذه اللواتي طلقهم نعم فما طلق امرأة قطو إلا أغناها مدة حياتها الله لا تحتاج إلى رجل بعده فلا تزال نفقاته عليها سارية حتى لو تزوجت ولدته الله أكبر هذا سليل بيت النبوة نعم وضي الله عنه وارضاه